أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 30717 أغلبية من الأطفال والنساء منذ بدء العدوان للاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة وأضافت المصادر بذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى أكثر من 72156 منذ بدء العدوان في حين لا يزال ألاف الضحايا تحت الأنقاط وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح طحيتها 86 شهيد خلال 24 الساعة الماضية وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم اشتركوا في القناة